أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام بكل خير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي والذي أقدمه لكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر البداية استكونوا بالقطاع الفلاحي ومع اقتراب انطلاق موسم الحصاد بولاية تيارت عبر الفلاحون عن استيائهم بعد تعرض مئة الهكتارات من هذه المحاصيل في الفترة الأخيرة إلى السقيع أو ما يعرف تسميته في العديد من المناطق بالليلة يبدو أن الموسم الفلاحي لهذه السنة سوف لن يكون كما يتمنى الكثير من الفلاحين بي تيارت فبعد الجفاف الذي أصاب الحبوب لعدة أشهر ورغم الأمطار الأخيرة التي تفائل لها الفلاحون إلا أن السقيع الذي أصاب المزرعات أو المسمى محليا بالليلة قد أخلط أوراق الفلاحين لتحقيق موسم النجح هذه الليلة هي عبارة عن جليد قوي ليلة قوية على جليد بكري كيف كانوا يتفادوها؟ يتفادوها بسبب الزريعة كانوا يديروا دي السومونس للمومد الفلوريزون يإفيتوا هذه الليلة يعني كسي بيولوجيك وسنادي الزريعة تقريبا في السوق ومكاش فالليلة تصيب السنابل مع بداية نموها وتأثيرها الشديدة البرودة يؤدي إلى تلفها تلقائيا لتتحول إلى مجرد نبات عادي كنت تبقى الليلة تزروف الفلحصات ومتواج هذه تجيب بالثوبود هذه السنة جاءت الخيرات وكذا ربت سحقت الفلاح والخرطان جاو شوية الزراع شوية والقمح مكاش فاني نمك الكثير من الفلاحين عبروا عن شديد استياءهم مما خلفه السقيع خاصة في محاصيل القمح الليين والسلم في وقت يبقى على أهل القطاع مراجعة الدورة الزراعية لتفادي مثل هذه الظواهر الطبيعية أثر الجفاف وبشكل كبير على المردود الفلاحي حيث سجل فلاحو منطقة ود الحمول ببلدية بندرغن وليت غليزان خسائر كبيرة في محصولي الحبوب وأعتبره موسم كارثي بامتياز حمد الزروقي ونجمة بوكرش موسم فلاحي كارثي بكل المعايير هو ما اتفق عليه فلاحو منطقة لد الحمول ببلدية بندرغن بولاية غليزان بعد تكبضهم خسائر كبيرة في محصول الحبوب بسبب الجفاف الجفاف كين كين الجفاف يعني الجفاف كبيرة هنا في منطقة عوض الحمول مكاسنا مكاس اللي يحصدوا لي موشين هنا عنا سناعة مكاس سناعة الفلاحة رغم مضارين الفلاحة ورغم جيمي كل شيء كريدي إلا قدوا لسوية عاونهم كين الجفاف هنا عنا مكاسنا اللي يحصد جفاف قعب تاكتم الوزارة الوصية عن إعلان الجفاف هذا الموسم أثر بشكل كبير على الفلاحين وجعلهم يتكبدون خسائر بالجملة الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ الموسم الفلاحية راكل شي جفاف اللي يقلب بقلب واللي راكلة لقبالة كرة واللي راكلة لقطرة احتلبوا طرحة دين عشين على فهم وغشدوه يودي فأفاية الجفاف تراجع المردود وعدم القدرة على تغطية الأسواق المحلية يعود أساسا لعدم دعم الفلاح بمياه السقي ليبقى نجاح هذا القطاع مرهون بمدى قدرة القائمين على قطاع الفلاحة في إزالة كل العرقيلة نظمة الجمعية الوطنية لمالكي ومسيري المدارس الخاصة لقاء تنسيقيا وطنيا جمع كل الولايات الشرقية وذلك بهدف تعميم عمل الجمعية على المستوى الوطني وفتح مكاتب جديدة ولائية عبر كل الولايات الشرقية لتمثيل القطاع الخاص بالتنسيق مع ممثلي وزارة التربية الوطنية لأجل الرفع من مستوى عمل المدارس الخاصة التي عرفت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة عبدالجليل حنديس وهيشان طلبية عدى بالتالي تنظيم القطاع تعالى التعليم الخاص في الجزائر لكي نخرج من هذه القوقعات تضخيم النقاط وتبييض المستوى هناك أشياء جميلة جدا يقومون بها هذه المدارس على المستوى الوطني وهذه الأشياء هذه حيبين بينها للعام والخاص اللقاء أنت اليوم هو فرصة لجمع المدارس الخاصة عبر الشرق الوطني وذلك للتعاون والطرح الأفكار والتوحيد الرؤية نتفقوا على بعض الأشياء باش تكون عندها لكول بريفي ألجريان تكون عندها مرتبة باش يلاحظ الآنها شوية أليكاخ ماذا بنا نتعاونه كامل لكول بريفي كيفية إيصال معلومات للترميذ في جميع الأطوار فيما يخص الابتداء المتوسط والثانوي نتمنى أن نوصلوا في هذه المجهودات ونتمنى أن نوصلوا بالمدرسة الخاصة إن شاء الله إلى مبتغيات الجمعية إن شاء الله كانت بلدية غليزان على موعد مع تسليم الدفع الأولى من السكنية القوية المدعمة المقدر ب130 سكن وهو يعتبر طريقة بناء هذه السكنات الأولى من نوعها حيث يتكون من تسعة طوابق إضافة إلى مصاعد كهربائية حيث عمت الفرحة المستفيدين بعد أزياد من ست سنوات من الانتظار أن توزع 260 سكن بداية شهر سبتمبر المقبل في نفس الصيغة السكنية حمد زروقي كان توزيعت 130 سكن برموسيوني لكل شيء مميز ولكن تلاحظوا هنا النوعية تحت السكن ونتمنى إن شاء الله يكونوا مشاريع ودخرين للحقنات قريبا تسعة نافتاش في نفس الوقت نهنى الناس اللي يستفدوا من هذه السكنات وهي لأول مرة في غليزان اللي وصلنا لهذا الارتفاع تسعة تاليزيطاج كالي كان يقالوا من الدومي ديس أنا من الدومي دوز بدون سنك عام بسعر الحمد لله يا ربي من يجي هذا النار بتنساق على خمس سنين بسعر الحق سكن شابة أخذ مهننا شابة ما شاء الله شوالا نطلبهم السلطات يسقمون الطريق أول حاجة هي الطريق الطريق والماء والدو والغاز سليس نصير قسمنا اليوم حوالي 130 سكن ترقاوي أخر بتسع طبقات لأول مرة نعقسم المشروع هذا للنافيتاش بلس نصير أشرف اللواء شريف عبد الرزاق قائد النحية العسكرية رابعة على حفل تخرج عشر دفعات بالمدرسة تطبيقية للقوات الخاصة ببسكرا وهذا في اختصاصات مختلفة الحفل تميز باستعراضات عسكرية متنوعة في فنونيا القتال والتربية البدنية بالإضافة إلى عرض شم العتاد وأسلحة أسلحة المدرسة ليتم تسمية الدفعة باسم الشهيد عباس عبد الكريم على الرحل فيا خارج المدرسة بقية القوات الخاصة فأنتم الذين ستمنحون بعد تخطيكم لعتبة الواقع العملي والميداني الدرجة التقييمية الحقيقية بهذه المؤسسة التكوينية إننا نأمل أن تكون النتائج التي تحققونها في الميدان العملي بكل جوانبه ومتطلباته حافزا مهما بهذه المدرسة لكي تبلغ مستويات أفضل وتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التكوينية العسكري بإشرف إطارات مؤهلة بوسائل وتقنيات حديثة من أجل أو لأجل معرفة مدى جاهزية عناصر الحماية المدنية من مواجهة أي الطوارئ طبيعية عمدت الحماية المدنية لولاية ججل إجراء تدريبات لزلزال افتراضي حيث سخرت من خلاله المديرية الولاية للحماية المدنية بججل ما لا يقل عن مئة موظف من أعوان وإطارات في شكل فرق للإنقاذ والإسعاف الطبي أيمن عبد الرحيم الهدف منه هنا هو تكوين الأفراد على استعمال مختلف طرق الإنقاذ ونحن كمارا هنا في طريقة الإنقاذ مختلفة هذه التقنيات وقد تم تجنيد مئة عون بمختلف الرطب خلال هذه العملية الهدف الأساسي من هذا التجمع هو الحرص على استمرارية جاهزية التعداد والعتاد تحسبا لأي طارئ ترجمة نانسي قنقر